تستعد مملكة البحرين ممثلة بوزارة التربية والتعليم للمشاركة في قمة تحول التعليم التي ستعقد بتنظيم من الأمم المتحدة في الولايات المتحدة الأمريكية وفي إطار تحضيرات لهذه المشاركة وافق مجلس الوزراء على 27 توصية للمشاورات الوطنية التي ضمت أكثر من 100 مشارك من المؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني ضمن استعدادات وزارة التربية والتعليم للمشاركة في قمة تحول التعليم 2022 تواصل الوزارة بذل جهودها عبر التعاون والتنسيق مع المؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني بالإضافة إلى مناقشة أوجه التعاون والتنسيق مع منظمة الأمم المتحدة والوكالات التابعة لها ودعم هذه الجهات لجهود مملكة البحرين في قطاع التربية وتعليم المشاورات الوطنية مع المنظمات الدولية تأتي تمهيدا لعقد القمة الدولية الرئيسية في نيويورك في سبتمبر المقبل بتوجيه من الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو غوتريش من أجل حشد العمل والطموح والتضامن لإيجاد حلول تعوض الخسائر التي شهدها مجال التعليم بسبب تداعيات جائحة كوفيد-19 وإعادة تصور مستقبل التعليم لتحقيق أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالتعليم بحلول عام 2030 مملكة البحرين بذلت جهودا جبارة لضمان عملية التعليم والتعلم خلال وبعد فترة الجائحة العالمية وفي إطار تواصل الوزارة مع الجهات المعنية تم استعرض عدد من المكونات الرئيسية للمشاورات الوطنية وهي ضمان التجاوز التام لآثار الاضطراب الذي أصاب العملية التعليمية بفعل جائحة فيروس كورونا تحديد تحولات الاستراتيجية الرئيسية والرافعات القائمة لإعادة تصور التعليم للقرن الحادي والعشرين تسريع وتيرة التقدم نحو أهداف التعليم المشتركة ومراجعة الأهداف والمعايير الوطنية لتربية والتعليم وضمان التمويل العام المعزز والمسدام للتعليم